السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية الملح في المنام كما هو معروف لدى الجميع بأن الملح هو المادة الرئيسية في الطعام وهو الذي يكسب الطعام المزاق الطيب ولا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا كما أنه يستخدم كمادة معقمة ومطهرة بالإضافة إلى قدرته على حفظ الطعام لفترات طويلة لكن ماذا عن تفسير رؤية الملح في المنام؟ هل تبشر بالخير أم تنزر بالشر؟ تابع معنا أولا معنى الملح في المنام تشير رؤية الملح في المنام أو تزوق طعمه إلى المزيد من الطاقة الإيجابية والحماس والنشاط ودخول نور جديد إلى حياة الحالم أيضا يدل المنام على قوة شخصية الحالم واعتماده على ذاته واعتماد الآخرين عليه ووسوقهم به الملح الخشن في المنام يدل الملح على أن الحالم سيكون مجغولا جدا في الفترة القادمة وذلك من خلال قصرة المشاريع التي سيقدم عليها أو من خلال توكيل الحالم بمهام كبيرة تجعل تفكير منحصرا بها طوال الوقت الملح الأبيض في المنام للعزباء ترمز رؤية الملح الأبيض في منام العزباء إلى الوحدة والفراغ العاطفي أو المرور بعلاقة عاطفية فاشلة أو إشارة إلى المعاناة من غير وحسد البعض حول الحالمة الملح الخشن في المنام للعزباء ترمز رؤية الملح الخشن في منام العزباء إلى فترة صعبة ستعيشها الفتاة في علاقتها مع الحبيب أو دلالة على علاقة من طرف واحد مصيرها الفشل أيضا ترمز الرؤية إلى قطع علاقة الحالمة بأحد أصدقائها أو انفصالها عن الحبيب فالمنام للأسف لا يبشر بالخير أبدا الملح الناعم في المنام للعزباء يدل الملح الناعم في منام العزباء على الشقاء وقصرة المعاناة وحدوث خلافات ومشاكل في البيت وبين أفراد أسرتها كمعاناة الحالمة من تسلط أحد أفراد أسرتها ومحاولته التحكم بها رؤية رش الملح للعزباء في المنام تدل رؤية رش الملح في منام العزباء إلى الحماية والتحصين الذي تتمتع به الحالمة أو دلال على عدم التورد بعلاقة فاشلة لا تكلل بالزواج وذلك إذا رأت أنها ترش الملح على الأرض أما إذا رشت الملح على نفسها فهو إشارة إلى التخلص من الغيرة والحسد كما أنه إذا رأت أنها ترش الملح على شخص ما في المنام يرمز إلى محاولتها التقرب من ذلك الشخص واستمالته ومحاولة إغواءه أو الانفصال عنه أكل الملح للعزباء في المنام يدل أكل الملح في منام العزباء على تحمل الكثير من الهموم والمتاعب ومحاولة ضبط أعصابها في مواجهة الظروف الصعبة بالإضافة إلى صبرها وقوة إرادتها وإصرارها على تغير الأوضاع للأفضل شراء الملح للعزباء في المنام يدل شراء الملح في منام العزباء على حسم موضوع أو إنهاء خلاف أو اتخاذ قرار نهائي بشأن موضوع معين كإنهاء علاقتها بأحد الأشخاص دون التراجع عن قرارها أيضا يرمز المنام إلى مواجهة بعض الصعوبات والعقبات في طريقها المهني أو الدراسي تفسير رؤية الملح الأبيض في المنام للمتزوجة يشير الملح الأبيض في منام المتزوجة إلى وجود بعض الخلافات بينها وبين زوجها مما يؤدي إلى ابتعاد زوجها عنها أو هجر أو قلة التواصل الإيجابي بينهما فالمنام يرمز إلى ضرورة التحكم بأعصابها وانفعالاتها والتحلي بالصبر حتى تتمكن من حل المشكلة واستعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي أكل الملح في المنام للمتزوجة يرمز أكل الملح في منام المتزوجة إلى مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها قد تصل بهما للانفصال أو الطلاق فالمنام يذكر الحالمة بضرورة المحافظة على متانة أعصابها والتحلي بالصبر وعدم اتخاذ قرارات متسرعة حتى لا تندم فيما بعد شراء الملح للمتزوجة في المنام يشير شراء الملح في منام المتزوجة إلى المعاناة من وجود مشاكل وخلافات زوجية قد تضطر للجوء إلى أهلها أو الاستعانة بأحد المقربين لحل الخلاف تفسير رؤية الملح في المنام للحامل يشير الملح في منام الحامل إلى الرزق بمولود زكر أو دلالة على مواجهة بعض الصعوبات والمتاعب الصحية والجسدية أثناء فترة الحمل مع ذلك لا داعي للقلق لأن الأمور ستكون بخير إن شاء الله أكل الملح للمرأة الحامل في المنام يدل أكل الملح للحامل على فترة الحمل الصعبة وقسرة المعاناة ووجود بعض المشاكل الجسدية فالمنام يشير إلى ضرورة الاعتناء بنفسها والانتباه لصحتها حتى لا تتعرض لمشاكل أكبر أو تضطر للولادة المبكرة يرمز شراء الملح في منام الحامل إلى أنها ستضطر لطلب المساعدة من أحد المقربين أو دلالة على شعورها بالعجزة عن القيام بموضوع معين وذلك بسبب الحمل وخوفها على الجمين الملح في المنام للمطلقة يرمز الملح في منام المطلقة إلى المشاكل والخلافات الكثيرة مع زوجها الصابق وصعوبة حصول الحالمة على حقوقها منه أي أنها لن تتخلص من قضية الطلاق بسهولة فضلا عن مضايقات زوجها الصابق المستمرة أما إذا رأت الحالمة أنها تأكل الملح في المنام فهو إشارة إلى التحلي بالصبر لمواجهة المتاعب والعراقيل التي فرضها زوجها الصابق وقد تحتاج إلى السند والدعم من قبل أحد الأشخاص لتتخلص من مشاكلها وتحصل على كافة حقوقها الملح في المنام للرجل المتزوج أو العازب يرمز الملح في منام الرجل إلى الصلحة والمصافحة واستعادة العلاقات الطيبة والمشاعر الإيجابية وذلك في حال كان الحالم على خلاف مع شخص ما من جهة أخرى تشير رؤية الملح في منام الرجل على العمل والانشغال والتعب وقسرة المسئوليات وإذا رأى الحالم الملح في منامه وكان في حالة خوف فالمنام يبشر بانتهاء مرحلة صعبة والخلاص من الخوف والقلق تشير رؤية أخذ الملح من الميت في المنام إلى التعرض لمشكلة قديمة ستفتح أبوابها من جديد أو العودة لعلاقة سابقة ستفشل مرة أخرى فالمنام يرمز إلى الماضي والذكريات السيئة وقسرة اللوم والخيبات تشير رؤية إعطاء الملح لشخص ميت إلى أن الحالم سيتجاوز ظروفا صعبة يعاني منها لفترة طويلة من الزمن أو دلالة على الشفاء والتعافي من مرض أيضا يرمز المنام إلى حل المشكلات بشكل غير متوقع أو بطريقة سهلة وزكية وكأن المشكلة لم تحدث بالأصل تفسير ميت يطلب الملح في المنام عندما يطلب شخص ميت الملح في الحلم فترمز الرؤية إلى أنه في وضع غير جيد في حياته الأخرى وأنه بحاجة للكثير من الدعاء والصدقات أما بالنسبة للحالم فالمنام يبشر بالخير والفرج واليسر وانتهاء المشاكل والعقبات والشفاء من المرض تفسير حلم رش الملح على الطعام يشير رش الملح على الطعام في المنام إلى حاجة الحالم للدعم والمساعدة من قبل الآخرين أو إشارة إلى ضعف إمكانيات الحالم في الاعتماد على نفسه واعتماده بشكل مستمر على الآخرين دون أن يستطيع الاستغناء عن ذلك فهو غير قادر على اتخاذ قرار بمفرده مهما كان صغيرا أو بسيطا وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء